في هذا المنزل شبه المدمر يجلس الحاج المسن أبو نافذ وزوجته وحفيده حول موقد من الحطب علّه يمنحهم بعض الدفء المفقودي بفعل المنخفض الجوي ما فيش مكان نقعد فيه وين نقعد فيش مكان الريح منهان والريح منهان يعني كل الريح من كل المناطق بتجي علينا وحتى المطر بخش علينا حالة تعبان يعني فيش اللي ساكن عند قريب واللي ساكن بالأجار اللي الدار بتدلف عليه إلا الحطب فما فيش يعني يحد مدور علينا ويعيش الزوجان في هذه الغرفة الصغيرة هي كل ما تبقى من منزلهم المكون من ثلاثة طوابق والذي تهدم خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة في صيف العام الماضي لكن الليلة يحمل الكثير من المعاناة مع حلول المساء تبدأ معاناة هذه العائلة فالمرخفض الجوي هذا العام يأتي في ظل أزمات كثيرة فاستمرار انقطاع التيار الكهربائي وأزمة شح الوقود تتزامن أيضا مع تأخر إعادة الإعمار حاج إيش بيختلف هذه السنة عن السنين الماضية بالنسبة لك؟ والله السنة هذه بجود هالضمار اللي صار وفرقة الأولاد وكذا والوضع اللي إحنا فيه وأنتم شايفين كيف العيش وكيف الحالة وكشف المنخفض الذي أطلق عليه الفلسطينيون اسم هدى مدى هشاشة البنى التحتية للقطع حيث تسبب ارتفاع منسوب المياه قليلا في هذا الوادي في غرق بعض المنازل والمحاصيل الزراعية ليس لدينا أي جهة داعمة لخطة الطوارئ الموجودة في قطاع غزة غرفة عمليات تعمل بإمكانيات بسيطة إمكانيات مضائلة جدا متهالكة كما يعلم الجميع أن جهاز الدفاع المدني يعاني يعاني ما يعاني من قلة الإمكانيات بعض الحرب الأخيرة والبنية التحتية أيضا في قطاع غزة مدمرة يعني الأمور كانت صعبة ومتراكمة رغم قلة الأمطار التي سقطت على القطاع منذ بدء المنخفض بعكس كل التوقعات فإن البرد كان قارصا وسجلت درجات الحرارة أدنى مستوى لها منذ عدة سنوات وتسبب البرد في وفاة رضيعين بحسب الناطق باسم وزارة الصحة التابعة لحماس رجد أبو العوف بي بي سي غزة ترجمة نانسي قنقر